ربما بياخد وقت كبير فبين نجمع بين الصلاوات في الحكمنا اه وانا عاوز اقول بخرج الساعة خمسة فانا عاوز اقول له يا استاذ يا جميل انت لو قدرت ان انت في البريك في الاستراحة في النص تصلي الظهر والعصر وتجمع العصر مع الظهر جمع تقديم طالما اني مش مدينك وقت قوي يبقى نعمل كده يبقى قبل ما امشي من المحاضرة وخدت بريك في النص في وقت الظهر حتى انوي جمع الظهر والعصر جمع تقديم اصلي العصر مع وقت الظهر لاني عارف ان انا هخرج بعد العصر وهروح هيكون المغرب ازم او لو انا مثلا حضرتك مشيت الساعة خمسة هل هلحق في البيت قبل المغرب يبقى ساعتها ساعة الظهر انوي ان انا اخر وقت الظهر مع العصر جمع تأخير فهصلي الظهر والعصر جمع تأخير لما روح البيت لو روحت قبل المغرب ولما يأزن مغرب اصلي اما ازا كنت انا بقى مفيش لبريك اولاني وبغرب الساعة خمسة وبوصل بيت ستة ونص سبعة والمغرب ازن فهنا يعني ملناش حيلة اللي احنا هنجمع عندما مش قادر اصلي حتى على كرسي او اي حاجة في الوقت يبقى هنجمع السلوات كلها واحنا متأثمين وانت حضرتك مالكش اثم في هذا ولكن عاوزين نزبط الجداول بحيث ان يبقى في يعني بريك الناس تاكل الناس تصلي زي ما الناس بنتركها تقضي الحاجة طيب اللي اشتركوا في القناة